شباك الصيد المنتشرة في المحيطات تصطاد الحيوانات البحرية وتقتلها على مدى سنوات هذه الحقائق المخيفة كشفتها دراسة جديدة نشرتها وكالة العلوم التابعة للحكومة الأسرالية إذ وجدت أن السلاحف البحرية إلى جانب الدلفين والحيطان وأسماك القرش جميعها حيوانات بحرية تقع ضحية شباك الصيد التي تطفو على سطح المحيط أو قاعه وتقول الدراسة أن حجم شباك الصيد المنتشرة أو تلك التي تم التخلص منها في المحيطات قادرة على تغطية بقعة بحجم سكتلندا وإذا ربطت حبل الصيد مع بعضها البعض فإن لها القدرة على الالتفاف حول الكرة الأرضية 18 مرة وعلى عكس المتوقع توضح الدراسة أن السفن الصغيرة تفقد معدات صيدا أكثر من تلك الكبيرة وأرجعت الدراسة أسباب فقدان المعدات إلى عدم قدرة الصيادين على تأمين معداتهم بالشكل الصحيح خلال الظروف الجوية الصعبة أو أنها تعلق مع شباك أخرى خلال المنافسة بين الصيادين أثناء فترات الصيد واقترحت الدراسة مجموعة من الحلول لتفاضي ضياع هذه المعدات كقيام الحكومات المحلية بإعادة شراء معدات الصيد القديمة من الصيادين خصوصا أنها تميل إلى الضياع أكثر من تلك الجديدة كذلك يعتقد معدو الدراسة من الباحثين أنه يتوجب على الحكومات إعداد مرافق مجانية في الموانئ تسمح للصيادين بالتخلص من الشباك غير الصالحات فيها